أعلنت وزارة المالية أنه فاضل 48 ساعة فقط على انتهاء المهلة الثالثة والأخيرة لقانون إعفاء ممولي الضرائب بنسبة 50% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل نشدت طبعاً وزارة الممولين بسرعة الاستفادة للحصول على الإعفاء تنفيذاً لمبادرة الحكومة وحرصها على تخفيف الأعباء الضريبية والجمركية خلينا توقف هنا شوية يعني هنا الحكومة بتحاول أنها تكون أكتر مرونة مع المواطنين وأكتر مرونة مع الناس اللي عندها مشاكل في السداد الضريبي أو في صرف أو في دفع الأموال أو المستحقات في هنا تفاعل بين الحكومة وبين المواطنين عشان الناس ما يبقاش عندها يعني أنها عرقلة في أنها تدفع هذه الفلوس أضاف البيان كمان أن القانون تم تطبيقه في 15 أغسطس الماضي ده لمدة 6 أشهر وكانت المرحلة الأولى من التجاوز عن مقابل التأخير بنسبة خصم 90% لمدة 3 شهور انتهت 12 نوفمبر الماضي بدأت المرحلة التانية بخصم 70% وانتهت 27 نوفمبر الماضي بدأت المرحلة التالتة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر الماضي وحتستمر لتسعة فبراير يعني بعد غد السبت يعني عايزين الناس على قد ما تقدر تحاول أنها تساعد الدولة كمان وتساعد الحكومة يعني الحكومة بتتعاون معنا إحنا كمان نحاول أننا نكون أكتر سلاسة ومرونة لأن ده في النهاية لمصلحة الأشخاص وكمان لمصلحة شكرا شكرا